السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذا الظاهرة للشباب الذي يقل دراجة نارية الدراجات النارية دخلت للمغرب بواحد الوفرة كثيرة من شركات صينية ويابانية وغيرها وبأتمنى اللي هي مقدور عليها وكان واحد دراجات نارية هي ربائية الدفع يقبوا بعض الشباب لولاد الأترية ولهذا كنتسمع بأن عدد حوادد سير كثيرة وكثيرة جدا أنا عن نفسي عشت أعداد من عائلات الذين فقدوا أبنائهم شبابا بهذه الدراجة النارية كثير أذكر آخرهم واحد العائلة كبيرة عائلة رفعة المقام عائلة ربي افتح لأبواب النعيم والنعيم كثير ولكن بعد ما كيكتر من النعيم الله يسترنا ويستركم كي تعدك العائلة معرضة للعين كتعد معرضة كتخاف عليها كتقول يا ربي تحفظها لأنك تحس بأن من لك يدروا شي نشاط كبير وكيجوا الناس كتار وكيكونوا واحد يظهار للنعيم الناس مش يقولون كيقولوا تبارك الله ما شاء الله المشكلة كيوقع هو أنك تصب العائلة بواحد العين ومن ثم ما كتبدأ المشاكل غير كتصب العين الله يسترنا ويستركم كتكون مشكلة ورا مشكلة ذيك العائلة اللي كانت كلها أنوار وكلها إشراقات كيبالك كتتهدم كتتهدم حتى كتعود في واحد الوضعية يعني لا يحسدوا عليها هذه العائلة أول مشكلة وقع لها هو أن أحد أبنائها الكبار اللي هو مزوج مع مراته ومساكن مجموعين كلهم العائلة الكبارة في المغرب معروفين كيدروا الدار كبيرة وكيدجمعوا كلهم اللي تزوج كي ياخد جناح جناح ورا جناح الأب هو الجد الكبير كيعدوه صاحب الرأي وقد كل العائلة خير كتير أحد أبنائها الكبارة عنده فوق خمسا واربعين سنة وقع لي نزاع مع الزوجة دياله نزاع في نزاع نزاع في نزاع فصار هناك الطلاق ومن اللي وقع الطلاق ولت العائلة كلها مشوشة عندهم واحد ولدهم في التنوي في الباكالوريا هذا كان ولدهم صغير من اللي وقع الطلاق ولت المرأة كي يجذبوا عندها والراجل كي يجذبوا عندها وحاولوا كل واحد يرضيه اللي بغان ندروها له قال لي بابا ننجحت في الباكالوريا بغيت دراجة نارية ربعية الدفع تمان غالي نشريها لك ولدينا يا نارا اللي بغيت نعطيها لك وفعلا الأب اقتنى لابنه هذك الدراجة وغاديك يكروسي بها كل العباء في الشريع ما هي إلا أيام معدودات حتى جاهم الخبر بأنه درح حادثة مميتة وأن هناك واحد سيارة كبيرة ضربته على مستوى الرأس ووحد الوضعية مفزعة للغاية حدثت الجنازة ديانهم الطلبة اللي تجلوا معها في واحد المعهد عالي جوا بالمئات جوا كلهم كأنها مسيرة وذلك شاب غزال ولطيف ومؤدب كيف في لحظة من اللحظات يعني كان ولم يكن اللي وقع هو أن العائلة تهدمت الأب وقع عليه واحد النوع من عدم الصبر واحد الحالة للهستيرية كيف أنه فقد الأم يتقن شكل سباب الأب شلاله الأب يقول لا إهمال دي الأم ولكن هاتش قادر الله لأنه لأما الجد والجدة فحدث ولا حرج كيشعروا بأنهم اركابهم والمفاصل ديانهم كيشعروا بأنهم مبقاش كتتحرك واحد المأساة عظيمة هذا واحد من العشرات دي الحالات اللي واللي نكن سمعوها الشباب كيخرجوا في وقت متأخر من الليل وكيتم غدب واحد سرعة جنونية وما كيدرش الواقي دي الرأس ومن البعض كيوقع عليها كيمشي في الأماكن اللي هي ممنوعة ولا يحترم التشوير ولا علامة المرور فكيوقع في حادثة مميتة فكنشكر السحج عزيزي اللي نبهنا لهذه الظاهرة أي أب أو أم عند ولدة دياله يحرص عليهم يحرص عليهم جدا لا داعي لهذه الدراجة النارية اللي كتكون سببا في أموة أولادنا وإن كان ولابد فلا تكون مقننة ومحترمة ويكون الكاسك ديالها ويمشي بواحد سرعة متواضعة ويحترم الإشارة الضوئية ويحترم الأسبقية ويمشي باللين ويرجع سالم إلى أهله ودويه نطلب الله تعالى إرحم هؤلاء الشباب وما أكثرهم شباب كثير في الباكالوريا في الجامعة كتلقى الكادو اللي كيطوله والديه هو دراجة نارية بابا أنا غنجح وغن نخد نقطة عالية في الباكالوريا ولكن الشرط شري لي دراجة نارية يقول له جاتك وكينجح وكيوفي الأب بالوعد وكيجيب لي الهدية وكتكون سببا موته بعدها مباشرة كيكون لبس الكفن ودخل الحزن إلى العائلة وإذا دخل الحزن إلى الدار صعب جدا أن يخرج كيبقى داخل الحزن كيبقى سنين إلا من رحم ربك أسأل الله تعالى أن يرحم جميع هؤلاء الشباب الذين ضعوا لأهلهم ودويهم أسأل الله تعالى أن يكتبهم في عدد الشهداء وأن يجعلهم في جنات النعيم وأن يرزق أهلهم الصبر وأن يرزقهم السلوان وأن يجعلهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بالشريف الغالي حياك الله مولي الله يحفظكم مولي أكرمك الله جزاك الله الفخير مولي راه مراران ومتكران كنقول لك أنني أخبق في الله أحبك الله أخويا وأعزك الله الله يطول عمرك سيدي بارك الله وفيك الحاج عزيزي بارك الله فكذا في الحاج يا أخي ما أكتخيك أبغيت الله يحفظ مولدك وهذا الدعاء للوالدين والولادين لا إله الله الله يصلحه وصلحه المسلم الجميع والوالدين الله يحفظ عليهم وحفظهم أمهم جميعا يا ربي يا ربي يا كريم أبغيت عندي واحد جيش لأسئلة الله رحمه الله وهو مصحة لله اللي اللي تعالى أيا لهدو أسحب الدراجة المارية أيا ألا أنك ينشي مهد لأنك يتحيره لا إله أسحب مصحة الله يبعلك أبغي لهدو المراهقين حتى ينشي ومحتف زي لبالك الرجل كانت تقول بعقله ولكن عند السؤال لا إله إلا الله محمد رسوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أبغيتك أعود لهدو المنشبات لهدو الشي للطلق الكتير بيتنفس يصبروه والسماء إله إلا الله إذا تهدرنا على هذا الموضوع هذا 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 كي يمر قلبه القاطر لا إله إلا الله والله يجزي نقاط الله يكتخل وإصفر أمركم والله يعطينا ولكم حسن لأخاتنا ما يجعل يصر أمركم وإصفر من العباد يا ربي شكرا لك شكرا لك يا عزيزي وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته نشكرك على هذه النصائح لوجهتها وفعلا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة